هي رحلة مغاربية لمدة شهر بمجموع 45 تقريرا ستقوم بهم فرانس فاندكات للتعامق في المجتمع التونسي والمجتمع الجزائري والمجتمع المغربي وستبث بثلاث لغات عربي وفرنسي وإنجليزي نحن اليوم نبتدأ رحلة مغاربية شهر مدلت شهر و30 تقارير نحن نتعمل بالمجتمع التونسي والمجتمع الجزائري والمجتمع المغربي هدف هذه الرحلة المغاربية هو تعريف العالم على عمق المجتمع التونسي والجزائري والمغربي ستتناول بالأساس في تونس موضوع تونس من وجهة نظر طالبات تونسيات والجالية اليهودية بجربة وموضوع الحوض المنجمي وتمهيده للثورة التونسية اخترنا اليوم في تونس اخترنا تونس من وجهة نظر طالبات تونسيات سؤال يعني موضوع الأول موضوع الثاني جربة هناك جارية يهودية في جربة يعني مهم جدا بالنسبة لنا أنه نظهر هذا الجنب التعايش في تونس بدأنا هذه الرحلات في الولايات المتحدة ثم يعني الآن نسافر عبر بلدان المغرب العربي أنا أتمنى أن تتكرر هذه التجربة في إفريقيا أتمنى أن تتكرر في آسيا هي تجربة هامة حسب البعض إذ يمكن أن توصل صوت التونسي للعالم بأكمله ولتعريف بوضعه بصورة أقرب أعتقد اللي فهدي هي أشنية بما أنه تلبسات عندك بالانجليزية والعربي والفرنسية وعندها أشعاع عالمي مهم في بلدان كما آسياوية غير أين الصوت متع تونس ما يوصلش هذه الجولة التي ستقوم بها فروس فاندكات استثنت ليبيا نظرا لما بها من مشاكل وكذلك موريتانيا لكن من المرتقب أن تقوم بجولات في بلدان أخرى اشتركوا في القناة